أرحب الفنان عاصي الحلاني وأقول لك أهلا وسهلا فيك أهلا فيك شكرا فنان عاصي هذه أول زيارة لك للأردن؟ أول زيارة وإن شاء الله أنه تكون عطول بتلقوني هون موجود في البلد الحلو إن شاء الله فنان عاصي نتعرف بس على تاريخك الفني لأنه إحنا بس من سنة وجاي ممكن سرنا نسمع بعاصي الحلاني وصرنا نشوف له فيديو كليب فهل تاريخك؟ بدايتي كانت بسنة السبعة وثمانين من خلال برنامج ستديو الفن اسمه عنا برنامج لهوات اللي هو أكيد معظم الفنانين اللبنانية تخرجوا منه والأحرق كل الفنانين عنا في لبنان تخرجوا من خلال هذا البرنامج نجحت بهذا البرنامج عن فئة لون البلدي الفلكلور كل شيء يختص بالتراس اللبناني غنيتوا أنا بهذا البرنامج ونجحت بامتياز بالوقت بالسبعة وثمانين وثمانا وثمانين كان البرنامج بعد هالبرنامج كان في إلي أول الألبوم نزل كان بأثناءه اسمه بيتك دسر الإضافة لعدة أغاني من أخصوصي الهوارة كانت من بيناتهم ودالعونا وعدة أغاني يعني ربنانية وكان في إلي من أثناءه من ثمانا وثمانين لسنة الخمسة وتسعين كل سنة كان في إلي عمل أو عملين عبينزلوا يعني مثلا من بيناتها ما احنا نسوى سوى لا أستاذك نصيف مهرز زينة قاصدكم نزلت وني مارك مرات ولا يناك المعروف ولا في ألبوم جدي ينزل اليوم بالذات اسمه يماما جنب الخيمة دعسي خيول معلمة يماما مروا من هين وغافلوا نمات العين وين أحبابي راحوا من هين كيف الحقهم يماما إذن هذا اللون اللي أنت عم بتحافظ عليه هو اللون الشعبي اللبناني وقيت أنك مش لبناني بس هذا اللون بالنسبة لأو نمارك مرات أو يناك المعروف أو يماما جنب الخيمة لون عربي بشكل عام نعم لأنه مش بس لبناني اللهجة اللبنانية تختلف شوي عن وني مارك مرات اللهجة هذي إيش وني مارك مرات قريبة من لهجتنا يمكن شوي عربية بشكل عام ما أنا بالخليج مفهومة وبالأردن وبالسوريا وباللبنان بكل الوطن العربي وأنا مقصود أخذتها اللهجة كرميل بكل الوطن العربي الناس تفهم كل شيء ممكن غني بس لقيت أنه بتناسب صوتك وناوي تستمر فيها إن شاء الله الناس حبتها طيب ما بعرف فنان عاصية حضرتك وصلت لعننا بوقت سريع جدا جيت من سوريا على طول على الأردن مباشرة على البرنامج يعني جاي تعباني شوي وصوتي بتمشارك يعني ما رح تقدر تغني كمان لأنه كان عندي حفلتين مبارح أنا قلي أسبوع عم غني بالشرطة ومبالشام كنت وجيت دغري بعدني ووصل دغري من الحدود هلأ اتأخرت شوي كمان يعني ما رح تقدر تغنينا يعني بنقول لأخو المشاهدين طيب أستاذ عاصي وين بتعتبر أنه بدايتك الحقيقية كانت طلعت إلك أشرطة كتير زي ما قلت من 87 حتى 95 البداية الحقيقية اللي انشهرت من خلالها وعرفتك الناس ايش كانت يعني سهيل من 87 و 88 بالصراحة غنيت بكل وطن العربي تري ما غنيت بكل مش بس أنه بلبنان أو بسوريا غنيت بكل وطن العربي بس كانت وليمارك مرات هي نقلة نوعية بالنسبة للون اللي أنا بغنيه كنت أنا أغني بالأول لون اللبناني الجبلي يعني كل شي فولكلور وعتيبة وميجنم ودلعونة وهوارة وإشي من النوع وحتى الأغاني اللي كنت أختارها على النمضة بعد واني مارك مريت يعني نجاحها بالوطن العربي والأردن الناس كتير حبتها والناس الكليب كتير حبتوا الناس هي كانت الأغنية سلط الوصول بيني وبين الناس بين جمهورة بالدول العربية يعني كيف تعتقد أنه ساهم تصويرك لأغنية هاي بالفيديو كليب وبالطريقة الجميلة اللي شاهدناها أدي ساهم بانتشارها لأغنية ونجاحها؟ ساعدة بك تقولي 50% أكيد يعني الناس بدل ما تسمع كسيت العاصي لأنني عرفته صورة وصوت وأكيد نحن اليوم مش بس بعصر أنه نسمع أغنية يعني مهم جدا حضور الفنان والكلب اليوم أكيد إذا كان الكليب بمصور بشكل صح بشكل سليم يعني بساعد كتير بانتشار الأغنية أكيد طب فنان عاصي نحن نلاحظ أنه في لبنان الشقيق كل سنة عم يطلع مجموعة كبيرة من الفنانين الفنانين نقدر نقول أنه مستواهم متقارب يعني أقل شوي أو أحسن شوي ولكن بلاقوا انتشار وظهور بشكل واسع بالوطن العربي بشكل عام فالفنان عاصي الحلانية ترى إيش بيحضر لأدام أنه يحافظ على المرتبة الآن وصلها الفنان عاصي ما في شك أنه حضرتك وصلت لمرتبة كويس كتير عند الناس نسبة الأغاني تبعتك ونجاحها صارت مطلوبة عند الناس بشكل كبير وأنت أخذت منصب كويس يعني فإيش رح تعمل إن شاء الله حتى تحافظ على هذا المستوى أكيد أنه دائما نحافظ يعني مثل ما اللون اللي حبوه من الناس أكيد هستمر أنه يظل عطيون أنفذ على نفس الستايل اللي أنا ماشي عليه وأكيد بانتقاء الكلمات النسبة يعني كلام حلو لحنة حلو تسجيل كمان توزيع كله بيكمل بعضه يعني الأغنية منى بس أنه لا يعني يعني في عدة عناصر هي بتنجح الأغنية وأكيد بأنه استمر دائما أعطيهم إشياء حسب ما هني بحبه يعني هيك بيستمر الفنان يعني أنت بتؤمن بالمقول اللي بتقول أنه الوصول إلى النجاح سهل ولكن المحافظة على النجاح أصعب أكيد يعني تؤمن بهذه المقولة أكيد الاستمرار هو أصعب من أنه ينجح الوحد في كتار بينجحه لفترة معينة بيهو بتضغري إذن هاي بصراحة أنه الفنان عاصي ملاحظة للسواب هذا أنه أنا منجح الدغري على فكرة بدي لك أنه أنا من سنة السبعة وثمانية إلى هلأ أنا بشتغل وبركد وبتعذب لحتى صاروا يعرفوني بالأردم أو بالوطن العربي يعني في؟ يعني من من النوع اللي دغري ضربت غنية عندي ووصلت للناس أنا إذا بدي أعدلك أغنية أو أرشيفة من سنة السبعة وثمانية إلى هلأ في عندي شيء خمسة وأربعين أو خمسة غنية يعني هدا حبيب؟ كلهم حبوهم بلبنان وتشارط بلبنان وبسوريا وأنا عفكرة من ثلاثة سنوات شاركة لمهرجان المحبة والسلام بسوريا المهرجان المحبة والسلام هو من أهم المهرجانات اللي بتصير عنا بيجي عليها أناس فوق ثلاثين أو خمسة وثلاثين ألف وشاركت بين أهم نجوم العرب نعم يعني من كامل لبنان ومن كامل خليج ومن كامل مصر يعني يمكن هذه السنة لحتى وصلت أغنية للأردن والله من سنة عم تتفضلي وتقولي أنه أغنيك وصلت وأحبوك الناس بقرب أردن بس أنا قالي من سنة السبعة وثمانية أو بركدو بتعذب لحتى وصل للناس فعلاً إحنا عم نتفاجأ فأنا مبسوط أنه اتأخرت معل شيء لأنه منطلب العلاء السهر اللي هالي كما بيقوله واللي بدو يطلع على الدرج لازم درجة درجة يوصلوا إذا ضغري منطلع ضغري مننزل أكيد يعني إحنا نتفاجأ أنه فنان بيطلع بسنة الأربعة وتسعين بالخمسة وتسعين بصير مشهور بالسنة وتسعين بطفي نجمه برجع يعني ببطل يكون زي ما كان أول هي فترة الوهج يعني بتكون بخلال سنة بنتمنى العاص الحلاني أنه يستمر بالعطاء دائماً وأبداً صلاً من خلال أعمالي ما بدي أحكي عن نفسي أنا من خلال أعمالي ناسية بتحكم علي مش ضروري أنا أقول شعب بعمل أو أنه أحكي عن نفسي يعني أكيد الناس هي اللي بتحكم عاصح لاني من خلال أعماله ونشاطاته اللي هي اللي عم بقوم فيها يعني حالياً